موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية وأبرز ما فيها موسيقى رئيس الجمهورية يصرح بأن هجمات الخلايا الإرهابية في عدن حرب عدوانية مكشوفة للانقلابيين موسيقى انتصارات متسارعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ونهم والصعدة والجوف موسيقى وقفات تضامنية بتعز ومأرب مع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحثي والمخلوع صالح موسيقى أهلا بكم مجددا أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أن الهجمات التي تسهدف المناطق المحررة وخاصة العاصم المؤقتة عدن هي حرب عدوانية مكشوفة تنفذها القوى الانقلابية عبر أدرعها وأدواتها في تلك المناطق وشدد هادي خلال لقائه في عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال شدد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية في العاصمة بتفعيل عملها بصورة تكاملية وتضامنية من أجل إفشال كافة المخططات والتربصات والأجندة الدخيلة للخلايا الإرهابية وقال بأن مخططات الخلايا الإرهابية ومن ينفذها ويقف خلفها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة في حرب عدوانية مكشوفة للانقلابيين وأذرعهم وأدواتهم التي تواصل أهدافها المقيتة جددت الحكومة الشرعية اتهاماتها لإيران بدعم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأكد رئيس الحكومة أحمد عبد بن دغر لدى استقباله في عدن سفير اليمن لدى السعودية الشائعة عز زنداني والمعين حديثا في منصبه أكد أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة من إيران صارت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم وأشار رئيس الحكومة إلى المصير المشترك الذي يجمع اليمن والسعوديين في موجهة الميليشيا الانقلابية منوها بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ومدى ارتباطها وقوة علاقتهم التاريخية بدأت اللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في واقع التفجيرات الانتحارية الأولى التي شهدها مؤخرا معسكر الصولبان في دفع تعويضات مالية لأسر الضحايا وجرح الانفجار وتسلمت اللجنة مبلغا وقدره 73 مليون ريال من البنك المركزي اليمني مخصصة للتعويض وتم توزيعها على ذوي 53 شهيدا و40 جريح سقطوا في الانفجار حيث توزعت بواقع مليون ريال لكل شهيد و500 ألف ريال لكل جريح تعمل الحكومة الشرعية منذ السعادة السيطرة على العديد من المحافظات من الميليشيات الانقلابية للعمل على تفعيل مؤسسات الدولة المزيد في تقرير التالي مساع حثيثة تبذلها الحكومة الشرعية لتشغيل المؤسسات المدنية والاقتصادية وتفعيل الأجهزة التنفيذية للدولة تدريجيا ابتداء من المناطق المحررة الحكومة بدأت منذ أيام بصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في عدن ومأرب وحضر موت فيما تسعى لإيجاد آليات لاستكمال العملية في المحافظات التي لا تزال خاضعة تحت سيطرة ميليشي المخلوع الصالح والحوثي وبما يمنع قيام الحوثيين بنهبها ومصادرتها أو اقتطاع نسبة منها لما يسمى بالمجهود الحربي ولعل أهم خطوات تفعيل وبناء الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية قيام الحكومة الشرعية بتشكيل لغنة لإعداد موازنة الدولة في إطار استراتيجية نقل المركز المالي الرسمي للدولة من العاصمة المحتلة صنعاء إلى العاصمة المحررة عدن وبالتوازي مع مساعي الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل المؤسسات يؤكد رئيس الوزراء أن غالبية المناطق النفطية في البلاد تحت سيطرة وحماية الشرعية وهي حاليا تبحث مع الشركات النفطية إمكانية استيناف العمل في إنتاج النفط والغاز خطوات لا شك أنها تشكل تحولا استراتيجيا جعلت المواطن اليمني يشعر بعودة الأمان المعيشي في ظل هيمنة أجواء من التوتر والقلق بسبب الوضع التي تحاول العصابات الحوثية وما في الفساد تكريسا وبالنظر إلى تلك التحركات الملموسة في إطار مساعي تفعيل مؤسسة الدولة الأمنية والاقتصادية يتوقع مراقبون أنها تمهد لكسر احتكار الهيمنة على السلطة والثروة وتسهم في إعادة الأمل للمواطنين وتطويق الحصار أكثر على وضع ميليشيا لانقلاب الموالية لإيران ميدانيا وعسكريا تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم جديد في الجبهة الشرقية بمدينة تعز وقالت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من السيطرة على عدد من المباني التي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيا الحوثي وصالح أسفل المستشفى العسكري ومحيط معسكر التشريفات الجنوبي والسيطرة على عدة مباني للقناصة وأهمها معقل قناصة الميليشيات في بيت الدقل والمستشفى الكندي وعمارة العميسي الواقعة أمام جامع عمر بن عبد العزيز جنوب شرق معسكر التشريفات وبحسب المصادر لقي ثلاثة من قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم في الشباكات مع الجيش الوطني داخل مستشفى الكندي شرق المدينة وفي جبهة الزنوج لقي ثلاثة عشر من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرين في غارتين لمقاتلات التحالف استهدفت دبابة وفرد في جبل الوعش هذا وقصفت مدفعية الجيش الوطني المرابطة بباب المندب مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة كهبوب ومعسكر العمري في ذباب غرب تعزب عشرات القذائف وأكدت مصادر ميدانية ليمن شباب أن القصف خلف خسائر مادية وبشرية في صفوف الانقلابيين حقق الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة على ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية في نهم شرق العاصمة صنع وأوضحت مصادر ميدانية لقناة يمن شباب أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير جبلي الإصبع والمريحة وخمسة مواقع أخرى محاذية لجبل القتب الاستراتيجي وسهدفت تعزيزات عسكرية في الخط المؤدي إلى المديد مركز المديرية وبحسب المصادر فقد أسفرت المعارك وغارات طيران عن مصرع 22 وإصابة العشرات من الميليشيات فيما سشهد ثلاثة وصيبة تسعة من أبطال الجيش الوطني وفي محافظة الجوف تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم من التقدم في منطقة ملاحة بمديرية المصلوب وقال مصدر العسكري أن أبطال الجيش الوطني دحروا الميليشيات من مواقع عدة في المديرية وأجبروهم على التراجع والانسحاب هذا وقد أسفرت تلك المعارك عن مقتل وجرح 20 مسلحة من الميليشيات فيما سشهد ستة من أبطال الجيش الوطني والمقاومة كما تمكن الجيش الوطني والمقاومة من التقدم في مواقع السداح وملحان والهيجا غربي وجنوبي المديرية فيما تدور اشتباكات متقطعة في عدد من المواقع بجباة الغير والمتون أحرزت قوات الجيش اليوم تقدما جديدا في جباة البقع بمحافظة الصعدة والسعادة أسلحة نوعية ثقيلة وقال قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة إن وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي وصالح إضافة قال العميد الأثلة أن قوات الجيش السعادة أسلحة من بينها مدفع متطور والنواضي الليلية وأن وحدات الجيش مستمرة في التقدم وعازمة على تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم لميليشيا الحوثي وصالح في جباة موريس بدمت في الضالع وقالت مصادر ميدانية لمنشباب أن الميليشيات المتمركزة في رماوى المعصر شنت هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في مزلق وسون وتم التصدي للهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات إلى محافظة البيضاء حيث تمكن رجال المقاومة الشعبية من التصدي لحملة عسكرية تابعة للميليشيات بمديرية القريشية في قيفة رداع وقال مصدر بالمقاومة أن الميليشيات الانقلابية شنت هجوما واسعا على مواقع المقاومة في الجيش سيمة شرق نوفان تحت إسناد قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات من مواقع تمركزها في الروق والخرابة وجربة النود وعرقوب القصب وتمكنت المقاومة من دحل الميليشيات وأجبرتها على التراجع بعد الشباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سقط خلالها عدد من القتل الحوثيين لا تزال جثثهم ملقاة حتى اللحظة في مواقع الشباكات بينهم جثث أطفال مغرر بهم من أبناء بعض قبائل قيف المساندين للميليشيات تصدت القوات السعودية المشتركة لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع الصالح قبال تمركز سقام في منطقة نجران وشنت مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية هجوما على الميليشيات بمساندة طيران التحالف الذي قصف صفوف ومركبات الميليشيات من الخلف وبحسب وسائل إعلامية السعودية لقي العشرات من عنصر الميليشيات مصرعهم في المواجهات من بينهم قيادي وإصابة آخر وتدمير منصات غذايف وموقعا لتخزين الذخائر والأسلحة صحفيون لا رهن حملة أطلقها عدد من الإعلاميين والناشطين تضامنا مع زملائهم المختطفين في معتقلات ميليشي الحوثي وصالح من تعز تم تدشين الحملة بوقفة تضامنية طالبت أيضا بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وملابسات لوفاة الصحفي محمد عبد العبسي الزميل عبد القول العزاني عد لنا هذا التقرير من قلب مدينة تعز يطلق هؤلاء الصحفيون والإعلاميون والناشطون صرخة إنسانية ويشكلون موقفا تضامنيا مع زملائهم الصحفيين الذين لا يزالون منذ عام ونصف رهن للاختطاف والتعذيب والإخفاء القصري في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي والمخلوق اليوم نندد بالاختطاف الذي تعرض له الصحفي منذ عام ونصف والاعتذاء التعذيب والتنكيل الذين تعرضونه في سجون الميليشيات في صنعاء إلى أن وصل ببعضهم إلى عدم القدرة على الحركة أيضا ما تعرض له الزميل محمد عبد العبسي قبل يومين من موت مفاجئ ذات توقيت مفاجئ يرحل الصحفي الاستقصائي محمد العبسي بلا استقصاء في ظل غموض وملابسات تحيط بظروف الوفاته اغتيال للصحفي محمد العبسي ذلك الصندوق الأسود الذي كان يستقص كل منظمات وبؤرة الفساد في اليمن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لماذا لم تحرك ساكنا ولم يسمع لها صوتا ولم يسجل لها موقفا سؤال لا يزال يبحث عن إجابة وسط غابة من الصمت المريب تجاه جرائم الميليشيات الإنقلابية هذه رسالة للمنظمات الدولية المهتمة بالعمل في حقوق الإنسان للنظر حول هذه القضية التي تثبر من قرام الحرب في اليمن وهو استخدام الميليشيات الإنقلابية على اختطاف الصحفيين بتهمة أنهم رهائن وهذا منظور غير صحيح ومنتهى للحقوق العامة التي كفلت حقوق الإنسان لم تكن الحقيقة في يوم من الأيام تهمة لكنها أصبحت كذلك في قاموس ميليشي الحوثي والمخلوع والتي مارست أبشع وسائل التنكيل بحق رسل حقيقة من قتل وخطف وتعذيب وإخفاء قسري وقفة اليوم هي وقفة من أجل الصحفيين في اليمن بشكل عام الذين يتعرضون للانتهاك المستمر من قبل ميليشي الحوثي الذين يختطفونهم ويستخدموهم كدروع بشرية يترقمون الرسائل التي أوصاها إليهم زعيمهم عبد المليك الحوثي وبمحاربة الصحفيين وإسكاتهم يحاولون الإخفاء الحقيقة والتغطية عليها إلا أن الصحفيين مستمرون في عملهم في أكافة اليمن لكشف ميليشي الحوثي وقرائمهم المستمرة في خط الموت يقف الصحفيون والإعلاميون في بلادنا فمنهم من قضى نحبه ومنهم رهن الاختطاف والإخفاء القسري ومنهم من يزال شاهرا صموده صوته قلمه عدسته قابضا على جمر الحقيقة عبد القويل عزاني يمن شباب تعيش وفي محافظة مارب نظم الصحفيون وحقوقيون وقفة تضامنية وذلك للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجن الميليشيات الإنقلابية منذ أكثر من عام ونصف المزيد في تقرير التالي نظم عدد من الصحفيين والإعلاميين والمنظمات والناشطين الحقوقيين ورابطت أمهة المختطفين اليوم الأربعاء بمدينة مارب وقفة تضامنية مع الزميل عبد الخالق عمران والصحفيين المختطفين في سجون ميليشي الحوثي وصالح مطالبين بإطلاق صراح الصحفيين المختطفين ومحملين الميليشي المسؤولية الكاملة في حال تعرضت حياتهم للخطر إنما تعرض له الزملاء المهنة وأرباب الكلمة من التنكيل والعذاب داخل سجون الميليشيات الإنقلابية يحتم على الجميع مضاعفة الجهود والعمل بوثيرة عالية لإنقاذ زملائنا والحفاظ على حياتهم كأدنى واجب كفلة الشرائع والقوانين وفي الوقفة التي نظمت أمام القصر الجمهوري بمدينة مارب تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جباري عن أن الحكومة تعمل بكافة جودها منذ أول حوار بين الحكومة والميليشيا وطاربت الحكومة بإطلاق صراح الصحفيين وكافة المختطفين السياسيين وكان وفد الميليشيا يوافق على إطلاق صراحهم لكنهم ينقذون بعد ذلك مسألة الصحفيين واعتقالهم أنتوا كما تعرفوا أننا عند التفاوم في جينيف وفي بيل وأنا أحد من يمثل الحكومة اليمنية كان في سلم أولوياتنا بإطلاق الصحفيين وألتزموا في جينيف بإطلاق الصحفيين ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا الإلتزام نحن إن شاء الله أن الحكومة ستكون بدورها وأنا أحدكم باسم الحكومة إننا في كل المحافلة الدولية سنثير مسألة الصحفيين نحن ملزمين بإطلاق الصحفيين كحكومة سلما أو حربا ويقبع أكثر من عشرين صحفيين في سجون ميليشيات الحوثي وصالح منذ إنقلاب الميليشيا وحربها في مطلع العام 2015 وما زاد الأمر خطورة منع الميليشيا للأهالي من زيارة المختطفين وعدم السماح بالتواصل معهم في مؤشر خطير لتعرضهم للتعذيب الوحشي والمعاملة القاسية من قبل أعداء الإنسانية في ظل صمت مطبق من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دياب الشاطر يمن شباب مارب في ظل التزايد المستمر لأعداد نازحين في محافظة الجوف والنداءات المتكررة من قبل النازحين للعديد من المنظمات وذلك لتخفيف بعض معاناتهم لقيت هذه النداءات استجابة من بعض المنظمات المزيد في التقرير التالي نداء استغاثة يلقى استجابة دوشنا اليوم بحضور العديد من قيادة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الجوف مشروع توزيع المواد الإيوائية ضمن حملة الكويت إلى جانبكم الذي تنفذه شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإيقاثية وتموله الجمعية الكويتية للإيقاثة بعد المطالبة الحديثة من قبل النازحين للعديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية للتخفيف عنهم بعض ما لحق بهم نتيجة النزوح والتهجير في هذا اليوم الطيب المبارك ونحن ندشن هذه الحملة إهداء من دولة الكويت الشقيقة هذه الدولة التي وقفت مع إخوانهم في اليمن منذ القدم ونشكر كذلك شبكة استجابة التي ساهمت وتساهم في رفع الهموم عن إخوانهم في محافظة الجوف محافظتنا ظلمت كثيرا من قبل ومن أتى إلينا في هذه الأيام ووضع بصمته سوف تكون محشوب أهله ونعاني أيضا من عدم الاستجابة ووجدنا في هذا اليوم استجابة من استجابة يعد توزيع هذه المواد بادرة جديدة كونها ستتكفل بجميع المواد الإيوائية وأدوات الطبخ بشكل كامل للأسر النازحة والمتضررة من الحروب في المحافظة فيما تبقى الحاجة قائمة لكثير من الأسر النازحة التي لا زالت تتوافد إلى المناطق الآمنة نشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذه المنحة المقدمة بحملة الكويت إلى جانبكم طبعا المشروع هو مشروع الإيواء ويتكون هذا المشروع من مستلزمات النوم وكذلك مستلزمات المطبخ وهي أعبار عن 250 مطبخ متكامل مقد قام أبناء الجوف سلطة محلية ومنظمات ومواطنين بتقديم شكرهم الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما قدموه ويقدموه لمحافظتهم ودعمها بالمشاريع الإيغاثية والإيوائية وغيرها من المشاريع ماجد عياش يمن شباب محافظة الجوف نهاية نشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ليس الجمهورية يصرح بأن هجمات الخلايا الإرهابية في عدن حرب عدوانية مكشوفة للانقلابيين انتصارات متسارعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ونهم وصعدا والجوف وقفات تضامنية بتعز ومأرب مع صحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي وصالح وصلنا إلى الختام نلقاكم على رأس الساعة القادمة إلى الأفضل اشتركوا في القناة